فقعدت معودة أنا جهاز محترم جداً وكانوا ماشين كويس أنا فجئت طبعاً بس دي يعني معودة أنه يمشوا كده دي نظام حتة الاحترافين مشوها في مصر لأنه أنا يعني كانت أتمنى هو مدعات عارف أن المؤولين عايزوا كده بس التزم بعدك وكنادي لازم تلتزم بعده لازم كاحتراف لازم تلتزم بالعداد اللي انت مضيتها فطبعاً أنه يسيبي النادي في الوقت ده كان صعبة شوية احترام له إنسان محترم جداً جداً بس طبعاً موقف مش يعني ما أخده عليه كصاحب كصاحبه أو عادت وكلمت معاه وكده موقف أمعرفش ظروفه هو عايز يعود طبعاً في مصر لأولاده هنا في مصر لكل العذر طباً هو كابتن من الأول لو حتى هو عايز يعود في مصر ما هو ده يعني عقد ومتواجد بتفسروا بإيه كابتن يعني اتصار الموقف ده نتكلم بصراحة أنا عايز عدم احتراف على فكرة كابتن تكلمتني في وقت ملوقات من أمريكا وتكلمنا على فكرة المدربين اللي ممكن بينتقلوا كذا مرة في موسلم واحد ما هو لو فيه يعني قانون أو ليحة داخل اتعاد مصر بيقول أن المدرب ما يروحش من نادي النادي لو عقدوا حتى تفسخ إلا بعد وقت معين مش يحصل كده معاك في كل بس بتيجي من منظومة بسبب كل شخص في منظومة انت دولات منظومة واحترافية ده المفروض من أول الاتحاد قورة لحد اللعيب لحد كل حد أزراح في منظومة كل محترف كل واحد يعني يعني ايه احتراف انت مضيت عقد بسنة بسنتين أنا ألتزم بعادي مهما كان حاصر يا ده عازي فسخ عقد معايا ده شيء طبيعي فيه شرد جزائي والكلام ده إنما كنادي كسمع لأن دي هتضر أنا أعطاك إنها هتضر عودة بعد كده لأن في إيه خبتنا لو أي عندية تانية هتبقى في عدم الثقة خاف من عودة أصدق في عودة يعني سيبهم في أي وقت ويمشي في أي وقت وكده فبتيجي برضو لسمعة ربيتشن بتاعه مش هيبقى هيبقى صعب يعني دي في أمريكا اللي حصلت تبقى صعبة جدا جدا صعبة جدا المدارب وأنا كنت أتمنى حتى إن مجلس درقة المحلة يكون عنده رؤية يعني كان عودة جايب وجايب الجهاز معه كله ماشي ومعظم اللعبة هو خطارها ماشي ده ماشي كويس وكل حاجة بس كان نفسي واحد مدرب من محلة يشتعل معها بحيث إن لو أي شيء حصل في الظروف لأن اللعبة دي جايبها هو اللي جايبها وكده الجهاز كله مشى دلوقتي ما عرفش ميله يمرن دلوقتي حتى مدرب الأحمال مشى ما عرفش ميله يمرن مسحل دلوقتي أنا أنا بشوقت طب ميلها يمرن أنا كل الجهاز بتاع عودة جاي من مصر معاه كله آه ميله يمرن دلوقتي وفي فترة التوقف واحتبر فترة الإعداد للدوري ميله يمرن دلوقتي لأم يجيبهم مدرب جديد فأنا كنت ديله قدام برضه إن المجلس يدرعب بنشدهم إن أي مدرب ييجي ويتعاقدوا معاه حتى لو خارج المحلة رغم من ولاد المحلة كتير جدا ومدربين كواسين جدا لازم يكون واحد من المحلة معهم لقد الله في أي ظروف يمسك هاعتقد إنه هيتأصل هاعتقد أتمنى لا بس أعتقد الترانزليشن التغيير ده هي هيعمل شوية خاصة النتائج في الآخر يعني التعادل مع البنك الأهلي في المحلة صارت الزمالك أربعة والعداء ما كانش كويس والظروف دي فهاعتقد ربنا يصفر أعتقد إنها هو حتى لو في فترة توقف يعني ودي مهمة تقدر يعني تلحق برضه تلحق شوية تلحق شوية بس في جهاز جدا هيجي هيتعرف على اللعيبة الله أعلم اللعيبة دي هتتنمج معها يعني فهم قصدي إنما لو كان عودة استمر وخلاص كان ممكن فترة دي تفيد تبقى فيد جدا والفرقة مش 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 كويس وفيه توقف تصلح الأخطاء اللي أنت عملها في فرقة بتبقى مش كويس قوي قوي ويحصل توقف فبتدرها لأن الردم طلع عالي نقوي يحصل توقف نطراشح حد من ولاد غاز المحلة إنه هو يتولى المحلة فيها كتير يعني أنا مش رحل حد دي وكان ما فيش أقل من اللعيبة ما كانش أقل حتى من اللعيبة اللي موجودة دلوقتي بكتير وستمر في الدوري وقعد في الدوري وقدم وكسب أهلي وزمالك يعني عودت كتخالد مفيدة كتن؟ لو لو النفوس أنا معرفش بالزبط بس لو النفوس صافية فيه كتير فيه طريق معجوب فيه أحمد حسن فيه ناس بتشتغل كتير في المحلة ترجمة نانسي قنقر